السلام عليكم كنس من ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير تكون صحيتكم مزيانة وتكونوا بأحسن الأحوال ان شاء الله نعم ان شاء الله عادي نخدم معكم واحد الموديل عادي نديرو الخياطة ديالو ان شاء الله عنا هنا يا ضون طيل انا اختارت هذا اختياري ممكن انكم تاخذوا قل من هذا في العرض ممكن انكم تختاروا طول منه في العرض عادي ناخدو هنا يا تسعود يا تسانتيم هنا في الاساس عدنا عدنا ناخدو سبعة سانتيم ولكن هنا يعلى حساب دون طيل فيجو السانتيم عنا اخدي تسعود سانتيم عادي نزلو من هنا الهنا بخمستاش احت ستة السانتيم وكنديرو العنق دائري بهات الطريقة هاد الموديل كيجيحت في كل في سافي من بعد كنتراسيو بنسبة لي انا هنا يا مبقى ليش توب ديال اللي عندي ربيه تسعودين هادي ناخدوش ديال الطرفة هنا يا لها انا فاش حطيت جا شوية خارج هنا يا هالطريقة يعني خليت قياس الخياطة ان شاء الله سافي دا بعد نقطع هنا يا ممكن انكم ديرو اه شارطة ديال بي لابقى لكم توب هنا يا فصلت هاد الموديل من مترو وثمانين سانتيم اللي كانت عندي فتوب يعني مبقى ليش اللعبار اللي عادي ندير بيه التبطين اه يعني سافي او عادي نلسقوه على اه العنق ديالنا ان شاء الله كنناخدو اه كتوا ديالنا بهات الطريقة وكنحطو اه اه تبطين اه الوجه على الوجه وكنخيطو على بعد نسف سنتيم حتى السنتيم ان شاء الله البنات كنتمنى ان شاء الله الى اه يعني اي موديل صادفة حولوا انكم تبقوا يعني انا بنسبة لمبتدئات يعني هدا موديل ساهل وفي نفس الوقت كي يجي راقي كي يجي زوي ونفي اللبزة ثم عادي تشوفوا النتيجة ديالو في الاخير صفي طب هنا يا عادي نكرانيو ديك نصف سنتيم حتى السنتيم اللي خلينا عادي تكرانيو هنا على طول ديال الرقابة وعادي تقلبو الصبطين وعادي تخيطوه الاسفل يعني عادي نخيطوه الاسفل بهالطريقة ان شاء الله يعني هاد الفيديوهات ديال الخياطة بنسبة للبنات اللي كي يشاركو معي دائما تيقولوا يا شاركي معنا خياطة ديال الموديلات يعني هاد الموديل على شكفتني متر وثمانين سنتيم لانه السيدة عندها اه في خمسة وعشرين سنتيم في الصدار عندها اربعة وعشرين سنتيم في الحزام وعندها ثمانية وعشرين سنتيم في في ال اف يعني مقس اه از او ال سوفيه كنقطو بعد طريقة من بعد كنقلبو وكنلبو بهالطريقة يعني وكن نديرو خياطة ان شاء الله لابا بنسبة للتصبطين انتو ما شوفوا الطريقة باش عادينا ان شاء الله عادينا نخيطو كتحطو بهالطريقة هكده يعني هاد الموديل ممكن انه يجي فيه اه دون تيلرقيق وكذلك يجي فيه دون تيلرقيق يعني على حسب الاختيار ديالكم اولا على حسب هنتم مملكة توصلو هنا ايا في هاد البلاصة يعني ثلاثة ديال المواقع يعني هنا ايا عادي تديرو اه عادي تضغو الشبكة واحد شوية باش حيتي يعني في البلاصة اللي اللي كينا عدنا ديك الاستدارة عادي تحولو طوي واحد سنتيم يعني نديروه على شكل بلية غير في الدون تيل بهالطريقة كذلك حي تجيوه الهنايا في الغسط هدي تحولو كذلك طوي واحد سنتيم كذلك هنايا رفاش كنخيطو الجيهات الثانية ديال الدون تيلر ما كيبناش يعني هادي هي البلاصة الثانية كذلك عادي نزيدو حتى البلاصة اللي فيها الدورة كذلك وعادي نعودو نديرو هنا يا بلية بهذا الطريقة يعني بحال يدرت في المعجوج المرات اللي اللي فاتوا اللي يعني اللي يعني لاخفتو ما تحرفو وش البلاصة اللي ديرو فيها البلية من اللي اول تحددوها يعني ستراسيوها باش تعرفو فين عادي تديرو بلية ديالكم ان شاء الله انتو ما دباحيت ساليت فعلا كده يا باحيت كنحطو الكل وكنخيطو هنا يا كنصرحو ديك البلية اللي درناها بها الطريقة كنصرحوها باش كترجعنا بطورة ديالكو العادية يعني بها الطريقة يعني ها هما البلاص اللي انا درت فيهم البلية هذا موضيل كيجي زوي ون في البداية كيبال لكم على انه موضيل عادي ولكن يعني فاش كيتخدم كيبان شكل ديالو كيبان زوي ون ان شاء الله يعني هات البلية انتو ما شفتو الطريقة اللي كن يعني اللي كنصرحو بها سالي هنا يا صفي عادي نقطعو دبا اه دونت اللي زايد yellow ده بعدين نخطو واحد البييي فان هنا ياخذت الduل ال�بيض لانه هو اللي قليل عندي في في التوب ديالي ممكن انكم تاخدو سينتاوا متقدرو كدالي كديروها من نفس اللون ديال بالبيجما ديال كم ان شاء الله يعني كنحطوه بهات طريقة وكنجو حتى الوسط يعني فوق للطنتيل وكنديرو على شكل خيط اللي عادي نديرو عادي يكون فيها واحد البابيو عادي تكون عناه في الوسط ديال الموديل انتم ان شاء الله عادي تشوفو كانتما ان شاء الله يعجبكم هاد الموديل يعني البساطة والجمال ان شاء الله كده يا ابنت وعدتكم باش عا نشارك معكم يعني الموديلات اللي اللي كنخدمهم انتم ما كنجيو هنا هي كنخليوا القياس اللي عادي نديرو بهم يعني الوريدة ديالنا يعني هنا هي في الوسط ديال ديال بيجاما ديالنا في هالطريقة صفيدة بهنا هذين خيطه ديال بنعود الخيطة الثانية سا فيو عادي نخيطه هنا هي الطنطل يعني اللي بيه يعفون باش يولي عنا آآ آآ شارك واحد ان شاء الله عادي تكون في اربعين سنتيم آآ في الطول وخمسة سنتيم بالنسبة للعرض يعني عادي اللقيوا بها الطريقة من بعد عادي نحاولو نديرو بيه بليات ان شاء الله عادي البليات وما اللي عادي نزيدوهم في العنق يعني سنتيم ديال يعني كم اكتلكم سنتيم ديال الخياطة وجوجة سنتيم هي ديال اللي حيدناها في العنق باش عادي نعاودوها ان شاء الله يعني هنا هي عادي نحاولو نديرو بليات ممكن انكم تديرو كذلك كشكشا يعني على حسب الاختيار ديالكم انا هنا اختارت اننا ندير بليات نمشيو اكده معهم على الطول ديال الشارط يعني هنا هي راح نكنديرو جوج ديال الشريطة يعني جوج ديال الجهات ممكن انكم تديرو الشارط واحد طويل يعني يكون في الطول دياله تقريبا ثمانين حتى سبعين سنتيم را عادي يكفاكم ان شاء الله سوفي عادي نكملو حتى الاخير يعني على حسب البقايا ديال القمش اللي كتلكم كيف ملتلكم انا هنا هي عندي فتوب مترو وثمانين سوفي تبا هنا يعا كنشدو دكالبي اللي احنا خدمنا وكنزله بهالطريقة يعني كناخدو ديال طرف اللي درنا فيه بليات كناخدوه وكنجيبوه وكنحطوه بهالطريقة عادي نجيو حتى المنتصف ديال العنق ونعود ونحطو الجهة الغورة كذلك بنفس الطريقة ان شاء الله نتمنى إن شاء الله يكون الشرح واضح تكون إن شاء الله يعني يستفتوا معايا البنات اللي ما فهمت شي حاجات تكسبها لي في التعليقات وإن شاء الله نعود نشرح علىها بتفصيل بإذن الله بالنسبة للبنات اللي تيقلوا يعني اللي تيطلبوا مني طريقة ديال الفصالة بالتوب الناقص إن شاء الله راني عادي نشارك معكم بجامعة اللي أنا فصلتهم يعني بقل من جوج متر ديال التوب إن شاء الله يعني ها بها الطريقة وتعني كذلك سنحطو الجيهة الخرة يعني كيقول لي اثناء الموديل هنتم مشوفو أنا حنا هي حيث قطعت عادي تحطو الجيهة الخرة بجيكم في حال الجيهة الخرة اللي خدمتوها في الأول كيف ما كتلكم يمكن لكم أنكم تخدموه بشارط واحد إلا بقلكم التوب أنا هنا هي حيث عندي التوب ناقص يعني حاولت أنا نندير جوج ديال الأشريطة من بقيا ديال القمش اللي بقى عندي فقط سوف يكن ديالي به الطريقة سوف يكن ديو جوجها بها الطريقة ان شاء الله عادي نكملو نديرو خياطات ثانية البنات ممكن انكم تديروش البيه حتى تلصقو الكشكشة اللي من التحت عاد ديرو البيه والاخر سوفي بنسبة البابيه اللي عاد تكون عنا هنا يا احنا كنخيطوها بها الطريقة يعني هي عندها بزاف ديال الطرق انتم اختاروا الطريقة اللي جاتكم سهلة هي اللي تطبقوها ان شاء الله هكذا يعني كتجينا بها الطريقة باش كتدوز لبلانشا يعني احديدا انا ركتبا ان شاء الله انتم ما شوفو هدا هو الموديل كانتمنى ان شاء الله بنسبة الاكمام درت فيهم التنطيل الى فيديو اخر ان شاء الله كانتمنى ان شاء الله تكونوا دائما بخير وعلى خير باذن الله شاء الله شكرا شكرا